موعد الانتخابات يشارف على الاقتراب والجهود تتكاثف من أجل كسب ثقة المواطنين والحزب الديمقراطي الكردستاني المشارف في انتخابات مجالس المحافظات للقائمة 197 يسعى إلى أن يكون محظ ثقة الناخبين من خلال برنامجه في التعايش السلمي والتأخي المهم في هذه المرحلة أن نسعى معا إلى تغيير الواقع السياسي المفروض على محافظة كاركوك من خلال مرشحي قائمتنا القائمة 197 أنا واثق من مرشحي قائمتنا سواء كانوا من أعضاء الحزب أو من الأحزاب والمكونات والقوميات الأخرى أنهم قادرون على كسب ثقة الناخبين وتحقيق الفوز للقائمة 197 في هذه الانتخابات جولات تفقد على مكاتب ومقرات مرشحي القائمة 197 من قبل قيادات الحزب الديمقراطي في كاركوك وكوادره دعما لمرشحي القائمة وللطمأنة على سير حملاتهم الدعائية اليوم تشرفنا بزيارة الدكتور محمد خورشيد مساعد مرتب التنظيم السياسي كاركوك وريميان وتشرفنا أيضا بزيارة الكثير من الضيوف الكرام على اختلاف مقاماتهم وألقابهم حقيقة عودة الحزب الديمقراطي البردستاني إلى محافظة كاركوك هي عودة مباركة بالتأكيد هذه العودة سوف تنعكس فيما يتعلق بموضوع الانتخابات مشاركة أيضا ننعكس على المشاركة الفاعلة التي سنشهدها بإذن الله في تاريخ 18-12 المرشحون بدورهم ثمنوا هذه الجهود التي تبدل من أجل دعمهم في حملاتهم الدعائية وهي خطوة مهمة مع اقتراب موعد الانتخابات لأنها تزيدهم ثقة بقدرتهم على الفوز وتمثيل جميع مكونات المحافظة نحن سعداء بهذه الزيارة جدا وإن شاء الله نعمل معا لنصرد وفوز والنجاح الذي يستحقه قائمة 197 بما يعني فوزا يستحق ويليق بهذا الحزب الأصيل نحن عملنا لنصرد وفوز هذه القائمة وسعداء ونرحب به أجمل ترحيب بيننا في محافظتنا الحبيبة كاركوك مرشحون قائمة 197 يزدادون ثقة بأنفسهم وناخبهم لأنهم يمثلون حزب الديمقراطي الكردستاني أولا وجميع المكونات في كاركوك ثانيا لأنهم قائمة التآخي والتعايش السلمي جيار سعيد زاقروز تيفي كاركوك